الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار طبت وقاتكم مشاهدين الكرام في نشرة اللي أهم الأنبان أبدأها بأبرز العناوان الصدر يرفض محاولات إرجاع كتلته إلى البرلمان بطرق القانونية ويؤكد بعودتهم يتعمق الانسداد السياسي أكثر لضمان استقرار العراق إيران تحث القوى السياسية على حوار هادف من شأنه إنهاء الأزمة الراهنة في اليوم العالمي لمحو الأمية العراق يولي تعليم الكبار الأولوية ويؤكد سعيه لمعالجة الملف جذرية مرحبا بكم من جديد والبداية من آخر المستجدات السياسية حيث كشف وزير القائد المقرب من زعيم التيار الصدرية سيد مقتدى الصدر عن رفض عودة أعضاء الكتلة الصدرية المستقلين إلى البرلمان مرجحا للانسداد السياسي في حال عودتهم أوضح وزير الصدر أن هناك سعيا من البعض وبالطرق القانونية إلى إرجاع الكتلة الصدرية إلى البرلمان مبينا أن هذا يتعارض مع مخزى انسحابهم وهو سد كافة الطرق للتوافق مع الإطار التنسيقي أو من يراهم أنه خرج ضدهم في العملية السياسية في أربيل أكد رئيس وقليم كردستان نيجورفان بارزاني أن مشكلات العراق لن تحل بتهميش أي قوة أو طرف سياسي ويجب أن تتوصل مكونات العراق كافة من خلال الحوار والتفاهم إلى أسلوب التعايش بينها ذكر بيان لرئاسة الأقليم أن الرئيس نيجورفان بارزاني استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بارباليف ووفدا مرافقا أيضا لها وبحثا العلاقات الأمريكية مع العراق وأقليم كردستان والمساعر الرامي إلى حل المشكلات العليقة بين أربيل وبغداد أضاف البيان أيضا أن ليف أكدت الدعم الكامل لاستتباب الأمن والاستقرار السياسي في العراق هذا وأكدت الإدارة الأمريكية ضرورة تكثيف الجهود لحل المشكلات بين الأقليم والحكومة المركزية خصوصا الخلافات بشأن النفط والغاز لأن عدم حلها سينعاكس سلبيا على أمن العراق وعلى استقراره أيضا ذكر بيان لرئاسة مجلس أقليم كردستان أن رئيس الوزراء مصور بارزان التقى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف وتناولا خلال اللقاء تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وأقليم كردستان وأخرى التطورات في الوضع السياسي العراقي بالإضافة إلى التغير المناخي وأثاره السلبية على العراق والأقليم أيضا وتعزيز الاستثمار الأمريكي في كردستان من جانبه دعا نائب رئيس وزراء أقليم كردستان قباط طالبانيا الولايات المتحدة إلى تقديم مزيد من المساعدة في إيجاد حلول دستورية للخلافات بين أربيل وبغدال وبحسب بيان مكتب نائب رئيس وزراء أقليم كردستان فإن طالباني اجتمع مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف وبحثاء الوضع في العراق وأخرى تطورات السياسية في بغدال وأكد ضرورة أن تحل الأطراف السياسية مشكلتها عبر الحوار الوطني والابتعاد عن الخطابات والمواقف التي تزيد من حدة الخلافات والتواطرات وأضاف البيان أن ليف جددت دعم الولايات المتحدة لحل شامل لتشكيل الحكومة وحثت على التعاون بين بغداد وأربيل في قضايا الطاقة نبقى سياسيا إذا كد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أهمية الحوار الهدف بين القوى السياسية للوصول إلى حلول تضمن استقرار العراق وأمنه السلمي وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى وحيدي واستعرضا خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني وبحثاء الجهود التي يقدمها الجانب العراقي في مجال تسهيل وفود الزائرين المشاركين في أحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين وتنظيم دخولهم وإقامتهم وتأمين الحماية لهم في السياق طلع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيد أيضا مع نظيره العراقي عثمان الغانمي على إجراءات تأمين وحماية الزائرين الإيرانيين القادمين للمشاركة في الزيارة الأربعينية في كربلاء وجاءت زيارة وحيدة للوقوف على المشكلات التي يواجهها بعض الزوار الإيرانيين وتسهيل عملية دخولهم إلى الأراضي العراقية إذ يعد الزوار الإيرانيون الأكثر عددا من بين مواطني البلدان الأخرى في شأن الأمن أعلنت قيادة العمليات المشتركة إحباط مخططات إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في عدد من محافظات البلاد وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن جميع العمليات التي قامت بها القوات الأمنية في شمال راوى وفي ديالا وجنوب وغرب كاركوك لها علاقة بزيارة أربعينية الإمام الحسين مؤكدا أن هذه العمليات أسفرت عن قتل واستهداف عدد من الأرهابيين بواسطة سلاح الجو مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا يخططون لعمليات إرهابية ضد الزوار والقوات الأمنية هذا وأكد قائد عمليات كاركوك الفريق الركن علي الفريجي أن القوات الأمنية في المحافظة حققت نتائج في عملية الإرادة الصلبة عبرقت لعدد من أرهابي داعش وتدمير أوكار وضبط عدد من العبوات وأكداس السلاح وأوضح الفريجي أن عمليات الاستطلاع المسلح في تنفيذ الواجبات باعتماد 20 كمينا وتنفيذ أربع عمليات إنزاء ما عززت الاستقرار الأمني إلى جانب ضربات جوية جعلت القوات الأمنية تنتقل من مرحلة الدفاع إلى التعرض والهجوم بدوره أكد معاون قائد عمليات كاركوك اللي هو الركن خير الله عيسى استمرار عمليات العسكرية في محافظة كاركوك للقضاء على العناصر الإرهابية بعد إتمام عمليات الإرادة الصلبة التي أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وضبط أكداس عدة من الإسلحة والمعدات العسكرية عملية منها وضمان عدد 28 لحد هذه اللقبة وهي مثل عناصر الإرهابية عدد 3 وستدمير أوكار ونظافات جداعش الإرهابية 24 واستيلاء على أكداس عدد 6 وتفجير والعضور على أبطار وتفجير 25 عموية ناسبة ومصادر التفجير إضافة إلى الهدوء على 29 قضيفة مدفعية وإضافة إلى خنافر حساب خنافر متعدل أنواع والأحجاب وصواري قارف عدد 18 وأحزمة ناشفة وحشوات دافعة للخالفات إضافة إلى هاون مع ركاعد صار الاستعمال وإضافة إلى دراجات نارية وكاميرات وزوارة ومحرك زورة وحاولات حسابة وصمامات من خنافر والدار كربائية إضافة إلى أحداث أو ضربة جوية لعراض داعش الارهابية ومن ثم مقتل الرهابي اثنين ما تزال الفترة السوداء التي دخل فيها تنظيم داعش الارهابي للأنبار تلقي بظلالها على الأهالي إلى يوم نهام على الرغم من تحرير المحافظة قبل نحو سبع سنوات ولعل أبرز ما خلفته تلك الإصابات الإجرائمية هي المخلفات الحربية والعبوات الناسفة غير المنفرقة التي تعتبر خطرا حقيقيا يهدد حياة المئات لا سيما في مناطق غربي المحافظة نزيد من التفاصيل في هذا التقرير على الرغم من تحريرها قبل سنوات إلا أن مناطق عدة في الأنبار ما زالت تعتبر غير آمنة بسبب المخلفات الحربية التي تهدد حياة الأهالي خصوصا في مناطق غرب المحافظة فعلى الرغم من مواصلة عمل المنظمات والقوات المختصة برفع أكثر من 45 ألف مقذوف إلا أن الكثير من الألغام بحاجة لتضافر المزيد من الجهود للتخلص منها للأسف أنه لا زالت كثير من المنازل والمناطق في مناطق غرب الأنبار لا زالت يوجد بها عبوات ناسفة المخلفات العسكرية الموجودة في مناطق عانى وراوة تشكل خطر على المجتمع نحن نأمل من الجهات المعنية خصوصا الدفاع المدني بإزالة هذه العبوات والتخلص منها حتى لا تشكل خطر على المواطنين اللي يكفيهم ما أصابهم في الفترات الماضية يواجه العائدون مشاكل عدة على رأسها المخلفات الحربية التي ما زالت بين الأنقاض وفي الطرقات من عبوات ناسفة وقذائف لم تنفجر ودور مفقخة والتي انفجر بعضها سابقا وخلف أكثر من عشرة آلاف ضحية بين شهيد وجريح حسب إحصائيات رسمية لوزارة الصحة العراقية بعض المنازل أو الأماكن اللي داخل المحافظة وداخل المدن هماتين بها بعض عبوات بعدها متفككت فنحتاج جهود النوب من الحكومة أو منظمات الدولية حتى يقدرون يزيلون هاي الألغام وتنعادل حياة مثل قبل أما في صحراء الأنبار وعلى امتداد آلاف الدونمات تنتشر بقايا أسلحة تعود للتنظيم الإرهابية والتي ما زالت بدورها تهدد حياة المواطنين منذ سبع سنوات وحتى الآن وانتهت الحرب بإزالة تنظيم داعش دون إزالة مخلفاته الحربية في أغلب مدن الأنبار بشكل كامل التي اعتاد أهلها الحياة بين الألغام المنتشرة هناك وسط الخوف من فقدان حياتهم في أي لحظة من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة أكد وزير التربية علي حميد دوليمي أن وزارة التربية سارعت بكامل طاقتها وبحسب الإمكانات المتاحة لها إلى تطوير برامجها ومشاريعها التعليمية لمعالجة ملف محو الأمية الدريم أكد في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية أكد ضرورة استدراك جوانب الخلل في ميدان التعليم لإيجاد مجتمع متعلم قادر على خدمة بلده والارتقاء به ومواجهة التحديات المختلفة مشيرا إلى أن الوزارة تعاونت مع مؤسسات المجتمع كافة للمشاركة في تحسين أداء برامج تعليم الكبار وضعت الوزارة تعليم هذه الفئة في قمة خطتها الستراتيجية وفي نينوى كشفت المديرية العامة لتربية المحافظة عن وجود نحو مئتي مركز لمحو الأمية في المحافظة ووضح المعاون الفني في المديرية خالد شاهين أن المراكز استقبلت أكثر من خمسة ألاف دارس خلال العام الدراسي الحالي المديري العامة لتربية محافظة نينوى مستمرة في العمل في مراكز محو الأمية حيث عدد المراكز الآن موجودة على مستوى محافظة نينوى 182 مركز وبواقع 5360 دارس لهذا العام وهناك طبعا جهزتنا دوائر الدولة التابعة للمحافظة نينوى بأكثر من 2000 دارسي التحقون إن شاء الله في المراكز ستفتح لهم في دوائرهم وهناك طبعا حملة من أجل القضاء على الأمية في المحافظة هناك عداد كبير من الأميين الموجودين في محافظة نينوى كون المحافظة ذات كثافة سكانية عالية أكثر من أربع ملايين يقطنون هذه المحافظة بالتأكد هناك نسبة عالية من هؤلاء لا يقرؤون ويكتبون وبالتالي مراكزنا مفتوحة ودعوة لجميع المواطنين الموجودين في المحافظة لالتحق بهذه المراكز في ظاهرة غير مسبوقة هاجم قطيع من الذئاب المتوحش قرية البوجمعة بمحافظة ذيقار جلوبي العراق ما أدى إلى جرح عشرة أشخاص بينهم أطفال من سكان القرية أوضح المواطنون أن سكان قرية البوجمعة لم يعلموا بهجوم الذئاب على القرية مضيفين أنهم دخلوا بحالة إنذار شامل عزينة سبب الهجوم إلى انتشار التصحر في مناطقهم وشح المياه تحديد منطقة كالي زيرج على الإصابات كان عددها يتراوح حوالي عشرة إلى 11 إصابة شدة الإصابات كانت مختلفة الأعمار أيضا كانت مختلفة إجراءاتنا كطوار مستشفى الناصرية التعليمي قمنا بالإصعافات الأولية أعطاء مصل المضاد لداء الكلب بالإضافة إلى المضادات الحيوية والمسكنات الحمد لله حاليا للحالات مستقرة إلى حد ما نحن منطقة الزيرج تعرضنا إلى هجوم ذئاب من سبب شحة المياه وخصوبة الأرض وهاجرة الريف إلى المدينة وسكنتها الذئاب الذئاب شوف صار بنا حسنا حالتنا يرثلها بعد جهال بقى احنا صار بنا لأحنا على باب الله لأحنا ما بقنا حلالنا زريع ماكو ماي ماكو الذئاب دمرت حالنا من سبب الريف هتشي الناس صار بيها معروف في اليوم العالمي لنقاوة الهواء يسجل العراق أرقاما مخيفة ضمن البلدان التي توصف بالأشد تلوثا وسط مطالبات من الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة تفاصيل أو فنتابعها في هذا التقرير التنفس واستنشاق الهواء داخل البلد قد يكون خطرا على صحة الإنسان أو بالأحرى لمن يعاني من بعض الأمراض ففي اليوم العالمي للهواء تجد العراق بعيدا عن هذا المفهوم فنسبة الأكسجين في الجو هي أقل من المعدل الطبيعي يقابلها ازدياد طردي بنسبة الكاربون ما يعني وصول التلوث الهوائي إلى معدلات خطيرة أما الأسباب فعديدة وعلى رأسها انتشار مولدات الكهرباء وكثرة السيارات إضافة إلى عمليات استخراج النفط هناك مؤشرات لجودة الهواء نسميها الـ أو الـ Air Quality Index هذه المؤشرات هي عبارة عن مجموعة من العوامل يتم دراستها وقياسها في الأجواء وعلى ضوءها تدخل من معالات رياضية محددة تحدد جودة الهواء في العراق بسبب كثرة المولدات كثرة عدم وجود غطاء نبادي التغير المناخي الساهم في الجفاف وزيادة العواصف الترابية والغبارية وأيضا كثرة السيارات وسائل النقل وبالحقيقة جودة المدن العراقية بصورة عامة في أغلب الأحيان حسب المؤشرات الدولية انتابعة بصورة مستمرة تكون دون المستوى الصحي أما إصلاح الوضع والتقليل من حجم التلوث الهواء فهو أمر وإن كان ليس مستحيل لكنه صعب بالنسبة لبلد مثل العراق فالجانب البيئي فيه هو الحلقة الأضعف من حيث الاهتمام الحكومي أولا والثقافة العامة لهذا الموضوع هناك كثير من التكنولوجيات اعتماد التكنولوجيا الصديقة للبيئة نشر ثقافة الاعتماد على وسائل النقل الخضراء نسميها أو وسائل النقل الكهربائية الآن نشوف أوروبا بدأت تتحول ليس فقط من الأزمة الأوكرانية بدأت تتحول نحو السيارات الكهربائية في أقليم كردستان بدأوا ينشئون محطات لتزود الكهرباء للسيارات الكهربائية وصلت بعض السيارات الكهربائية هناك هي ثقافة مجموعة ثقافات وأيضا إجراءات على الأرض إجراءات على الأرض تقليل اعتماد على بيقود الحفوري معالجة التغير المناخي يعني مكافحة التغير المناخي زيادة الغطاء الأخضر وفي ختام التقرير حاولنا تقريب الصورة أكثر لوضع العراق البيئي وارتفاع نسب تلوث الهواء فهذه الصورة لسماء أحد البلدان الأوروبية حيث الزرقة العالية للسماء وصفاء الجو أما الأخرى فهي لسماء العراق التي تميل إلى اللون الداكن المغبار سيف علي قناة الفلوجة بغداد على الرغم من تصنيفها من أكبر الشركات في الشرق الأوسط لإنتاج المحاولات الكهربائية فإن الحكومة المركزية متمثلة بوزارة الكهربائية تدير ظهرها لشركة ديالة المتخصصة بإنتاج المحاولات الكهربائية ولجوءها إلى المحاولات المستوردة التي غالبا ما تكون أقل جودة وأقل عمر تقريرنا التالي يرصد مزيدا من التفاصيل حول هذه المحاولات تنتج شركة ديالة العامة ما يقرب ستة آلاف محاولة كهربائية سنويانة بمعنى أنها تغطي خمسة وسبعين بالمئة من احتياجات وزارة الكهرباء في العراق وبمواصفات عالية حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط كما أن إنتاجها يتنوع بخطوط إنتاج بمختلف القدرات بين المنخفضة الفولتية والعالية منها إنتاج الشهري لمحاولات التوزيع تبلغ خمسة محاولة شهرية أي ستة آلاف محاولة سنوية ونحاول أن نغطي احتياجات الكهرباء طبعا محاولات تمتاز بكفاءة عالية تختلف اختلاف كبير وطفوق كبير عن المحاولات المستوردة حيث أن نسبة التحميل في محاولاتنا تصل إلى 120% علم أن كافة منتجات شركتنا تنتج وفق المعايير على المعايير الجودة وحاصلها شات الأيزو وتعتبر شركتنا هي تقريبا الوحيدة اللي بشرقه وصلت كانت تنتج محاولات القدرة ورغم جودة هذه الشركة والمصانع العملاقة التي تمتلكها إلا أن التلكو بتزديد الديون المترتبة على وزارة الكهرباء المقدرة بـ 80 مليار دينار ساهم بنقص حاد بالمواد الخامة ويقدر العمر الافتراضي للمحاولة 25 سنة وبضمان لعدة سنوات على عكس المستوردة التي لا يتعدى عمرها الستة أشهر من أهم المعاوقات التي يتواجهنا وتواجه شركة ديالة العامة هي توفير المواد الأولية طبعا هذه توفير المواد الأولية هي بسبب الديون الحاصلة على وزارة الكهرباء التي تبلغ تقريبا 80 مليار دينار هذا وتشهد محافظة ديالة عزوف في أغلب المشاريع المنفذة عن المحولات المحلية وتتوجه الشركات للمستوردة من دول الجوار وذلك لرخصها حتى لو كانت رديئة ولا تلاءهم الأجواء المناخية والاكتظاث السكانية في ديالة ويأمل مراقبون الاعتماد على المحاولات محلية الصنع التي أثبتت كفاءتها مع الظروف المناخية العراقية المتقلبة والابتعاد عن المستوردة التي تسببت بهدريل مليارات الدولارات لعدم كفاءتها من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة ورغم إيرادات النفطة التاريخية يعاني أغلب النازحين في المخيمات أوضاعاً مأساوية قاسية على مدار تسع سنوات فالعوز والحرمان وظنك العيش هذا ما يمر به نازح حجور في الصخر والعواسات في مخيمات بزيبز الخيام التي يعيشون فيها لا تقيهم حر الصيف ولا تدفع عنهم برد الشتاء عدسة الفلوجة توجهت إلى مخيمات بزيبز في الأنبار ورصدت أحوال النازحين هناك من خلال هذا التقرير تحاول أم خالد أن تسد رمق عائلتها بالتمر والماء كوجبة أساسية لتغذى عليها أغلب النازحين في مخيمات بزيبز شرقي الأنبار فالحياة هنا تحت هذه الخيام أقل ما توصف بالجحيم إضافة إلى وجود أمراض مزمنة تعاني منها عدد من العائلات النازحة نحط لهم تمرات وطاسة ماء ولوتها ترغيف الخبز هيها ما وحدنا غيره مال أطبخ وانفخ وجيب الدجاج وجيب التمن ما أقويش والله باتوا بلي عشي وتمرضوا وماتوا وما تمكنوا على الطبيب وأنا هلس أستور في الكم حيلي يرعش حاولنا العيش لبرهة من الوقت مع النازحين هنا تحت هذه الخيام لكن الوضع هنا لا يطاق أجواء أشبه بالجحيم هنا في مخيمات النزوح يضم مخيم بزيبز أكثر من ألف عائلة نازحة من مناطق جرف الصخر والعويسات هجروا ديارهم قسرا منذ أكثر من تسع سنوات يتحدثون عن الجوع وظنك العيش لا سيما وأن كل عائلة لديها ما لا يقل عن أربعة أطفال والله العظيم هنا أكو عوائل أقسم بالله باعت قطيان جهالة دات ودي العالم المرضى هنا جاعدة بالخيمة تطفي الكهرباء تأتي لنا بالنهار تأتي لنا ساعة ساعة ونصب الشثير وهذه الخيمة صارتنا تسع سنوات نحن قاعدين بيها عمي والله العظيم عدنا عوائل أقسم بالله ما عدهم طحين يسوون خبزة جهالهم دعقوا على النازحين عمي هنا صارتنا منطقة العويسات صارتها تسع سنوات محررة وتستمر دعوات النازحين للخلاص من أوضاعهم المأساوية التي يعيشونها فهم بأمس الحاجة لمن يلملم شملهم ويعيدهم إلى ديارهم التي لم يستطيعوا الوصول إليها منذ سنوات الفقر والعوز والحرمان هذا ما يعانيه النازحون هنا بسان حالهم يتحدث عن تسع سنوات عجاف عاشوها تحت هذه الخيام التي لا تقيهم حر الصيف أو برد الشتاء فأكبروا أمنياتهم العيش تحت سقف منازلهم التي أصبحت بعضها ركام من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة لمواجهة أزمة الجفاف وشح المياه تعتزم حكومة أقليم كردستان بناء 23 سداً في محافظات الأقليم بعد تخصيص المبالغ اللازمة لإنشاء هذه السدود خلال فترة قريبة تفاصيل أوفاء عن هذا الموضوع نتابعها في هذا التقريب أعدت حكومة أقليم كردستان خططها السريعة لمواجهة خطر الجفاف باعتمادها على تقارير رفعتها مديرية السدود والموارد المائية والزراعية حيث خصصت مبالغ مالية لبناء 23 سداً صغيراً في مناطق مختلفة من أربيل والسليمانية ودهوغ بالإضافة لإستمرارها بالعمل لإكمال ستة سدود أخرى يوجد كان لدينا دراسة استراتيجية لتغطية كل المحافظات والقرى والخصبات والوديان الموجودة في أقليم كردستان لإنشاء أكبر ممكن من السدود لحصاد المياه أو لتلبية حاجات المواطنين في فصل الشتاء في فصل الشتاء والصيف وللموسم الثالث على التوالي تضرب موجة جفاف غير مسبوقة مساحات واسعة من البلاد وبضمنها كردستان نتيجة تراجع معدلات هطول الأمطار وخاصة في مناطق كرميان وجنوب أربيل وأجزان من دهوغ بالإضافة لقطع الحصص المائية من قبل دول الجوار وإقامة مشاريع إروائية ضخمة دون استشارة الحكومة العراقية يواجه العراق موسم جاف مما يشكل انظار خطر ومهم وتحدي كبير للزراعة وكمية المياه الداخل للعراق ملف المياه في العراق يعاني من تحديات كثيرة أولها عدم حسم الملف بشكل منجز مع دول عالي لأنهار دول المنبح وكذلك تلك هذا الملف بين خصوص الدولتين الجارة إيران والجارة تركيا في إنجاز بواحثات تقدمة وللجفاف تأثيرات سلبية شقصها مختصون في هذا المجال حيث راجعت تنبيات مياه الشرب للسكان إضافة إلى عدم انتاج الكهرباء من المحطتين الكهرومائية وقلة الانتاج الزراعي وعدم توفر المراعي الطبيعية لتربية المواشي قياسا بالأعوام السابقة بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل جاهدين النشراتات بيكم أبرز مجال الصدر يرفض محاولات إرجاع كتلته إلى البرلمان بطرق القانونية ويؤكد بعودتهم يتعمق الانسداد السياسي أكثر لضمان استقرار العراق إيران تحث القوى السياسية على حوار هدف من شأنه إنهاء الأزمة الراهنة وفي اليوم العالمي لمحو الأمية العراقي يولي تعليم الكبار الأولوية ويؤكد سعيه لمعالجة الملف جذرية مشاهدين النشر انتهت للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على موقع التواصل خاصة القناة الفلوجة إلى اللقاء